السلام عليكم يا احلى مشاهدين تحية طيبة اسعد الله و اوقاتكم اليوم اصدقائي كنقترح عليكم واحد طبق لديه جدا طبق الدجاج بالمطارد في الفرن باحتسب الى خطيرة ولديدة بزف الا جربتها ما عديش ستنوع لها كما انها الطبق مناسب جدا لمائدة الافطار خلال شهر رمضان كيجي لديد بزف بزف وسهل تحضير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتدعموني بلايك و باش نحضر هاد الاوكلة هدي ديال الدجاج بالمطارد في الفرن هدي نحتاج لهذا المكونات كتوابل عندي ملعقة صغيرة من الكوركم ملعقة صغيرة من سكنجبير شوية ديال الملح شوية ديال ابزار جوج فصوص ديال التوم المعدنس وبصلة صغيرة اللي غدي نحكوها في الحكاكة وكذلك غدي نحتاج الى المطارد انا غدي ندير تقريبا ملعقة كبيرة من المطارد ولا حسب الدوق يعني ولا حسب الرغبة ديالكم ديرو الكمية اللي بغيتو وما كان كتروش بطبيعة الحل وغدي نحتاج ايضا اربع كاس ديال زيت زيتون باش غدي نخلط المكونات لان غدي ناخد ديال البصلة الصغيرة غدي نحكوها في الحكاكة حتى كتولي على هاد الشكل هذا وغدي ناخد ايضا نحكوها حتى هي جوج فصوص ديال التوم نحكوهم في الحكاكة الصغيرة يعني انبشرهم حتى يعطوني هاد الشكل هادا مهم هدو المكونات اللي عندي اجمعتهم كاملين فهد الإناء اللي غن ندخلو الى الفرن ابزار كوركم سكنجبير مطارد ملح واتوم مدنوس باصل مفروم وكذلك اربع كاس ديال زيت زيتون باش غدي نخلط المكونات اجمعها وهد الأكلة كتجي صراحة ديدة جدا هي المعتمدة عندي في شهر رمضان في مائدة الإفطار بزاف كنديرها في رمضان عند الإفطار لانها ديدة وكتعجب الوليدات ديالكم وتعجب العائدة ديالكم بكل تأكيد ان شاء الله بعد ما خلطه لشيدك تتبيلة هادك واتطني هاد القوام هادا اللي كتشوفه معايا ويمحركتها مزيان وغدي ناخد القطاع ديال الدجاج اللي غدي نوضعهم في ذاك الانة ونعمرهم بالتتبيلة يعني غدي نشرهم لهم مزيان في هاد الخلطة المدهلة اللي كتجي بنينه بزاف وعنده واحد لما ذاك رهيب وما كيتنساش صراحة اللي جربتها غدي تبقى تعودها لانها اصلا سهلة يعني ما فيهاش تعقيدات وكذلك المكونات البسيطة وقد تحضر بسهولة كان وجدوها وكان دخلوها الفرن بعد ما درت هاد الدجاج في التتبيلة يعني تبلتهم مزيان غدي نخلي هاد دجاج يرتاح لنا بين ساعة ونص ساعتين بلا ما كيتشرب لنا ذاك الدجاج يعني شرب لنا من ذاك الشرمولة ومن ذاك التسبيلة اللي وضعنا فيه وبطبيعة الحال ده بعد ما ارتاح لنا دجاج لنا لمدة ساعتين غدي نوضع عليه الورق الالمينيوم يعني غدي نغطيوه بببي الالمينيوم باش غدي ندخله الفرن غدي نغطيوه من الفوق وغدي ندخله الفرن اللي سبق اللي سخنته على مئة وثمانين أو مئتين درجة وكن نشعله بطبيعة الحال الفوق والاسفل وبعد ما كتفوط ساعة كاملة عد نزوله ببي until an If you differ the decision to be enjoyed لنا باش كيف يرتاح لناène الوجيش باح ي شوي يشاك توف manufactured by solar وبعد ما كتفوط ساعة يعني ربع ساعة تقريبا يعني انا خليته بدين خليها في الفورن من ساعة حتى ساعة وأربعة ساعة كاملة باش كي يضيب لنا بالدجاج بهاد شكل هذا ما كن حيدوش ببي ثم نحيط الورق الاليمينيوم ونجعله يتحمر من فرن ونخرجه من الفرن هذا هو الطبق هذا الطبق معتمد عندي في شهر رمضان هذا الطبق معتمد عندي في شهر رمضان شكراً لكم أحبائي شهية طيبة وإلى فيديو آخر بإذن الله السلامة